اهلا بكم مشاهدين اكيد لكل شخص عادة سيئة يرغب في التخلص منها والسؤال المطروح كيف يمكن ان نستثمر فضاء الاشار الكريم بتعديل سلوكيتنا واكتساب عادات ايجابية هذا ما سنناقشه رفقة ضيفنا الكريم الدكتور نيزار الملاحي اخي السائل نفسي فاهلا بكم مشاهدين اهلا بك دكتور ورمضان كريم كل عام وانت بألف خير شكرا شكرا استاذ سيدا رمضان مبارك كريم وشكرا عن الدعوة شكرا لتلبية الدعوة واول ما يمكن ان نبدأ بهذا السؤال او ما يمكن ان نبدأ بهذا اللقاء او استاذ يملاحي احنا كانت تحدثوا على العادات السيئة وكين اللي تقول ربما سلوكيات وكين اللي تقول طبع في الإنسان فبغينا هذي فرصة باش توضحنا الفرق ما بين السلوكيات وما بين الطاب وكدلك بين العادات اذا كان ممكن اعادنا مشوف باقي ممتاز ممتاز اول شيء هو ان اعرفه ان اه تغيير الطبع او تغيير السلوك او تغيير العادات في رمضان مرتبط بالفهم دينا شنو هو السلوك شنو هو الطبع شنو هي العادة نعم هي اي سلوك سلوك هو كلمة عام اي تصرف يصدر من الانسان في في علم النفس يسمى سلوك داكو نعم تفاهمنا غير في اللغة الفرنسية كيف فرق بين الكمبورتمان بين الكندويت وهذا موضوع اخر لان الكندويت يدخل فيها كل ما هو فكري ولكن احنا باللغة العربية المدرسة السلوكية يعني كل ما يصدر من الانسان من تصرفات ممتاز اما هذك السلوك اذا تكرر فكيتحول الى عادة داك العادة اذا مشتسوى المدة زمانية معاللة طبعا كتحول الى طبعا لذلك حنو احنا كمعالجين في مجد السلوك نعدل السلوك وهذا كلمة التعديل هي مصطلح اللي نشرحه تعدل السلوك ميلي كنعدل السلوك كي تغير للكمبورتمان يتغير السلوك ميلي كي تغير السلوك يقدر ان الطبع يتغير وش الطبع يتغير لأن اغلبين يقولوا الطبع ممكنش يتغير كلام علمياً ليس صحيح بالبتة لأن علمياً نحن اكتشفنا بأن الدماغ الإنسان هو عنده ما يسمى بلا بلاستيسيتي نعم، البلاستيسيتي يعني قابل للتغيير لا ننسى أنه ما سنتعلمه هنا من خلال البرنامج وأيضا من خلال فرميسيون سيبدأ في بداية رمضان كيف نغير حيث أن نعمل واحد كورس واحد دورات كوينية أهم شيء هو نفهمه أن السلوك دينا يمكن أن يتغير كيف يمكن أن يتغير؟ بتغيير الأفكار دينا نغير الأفكار ديلي نغير المعتقدات ديلي نقدر نغير السلوك ديلي إذا شهر رمضان وشو فعلاً فرصة يمكن أن نغيره فيها السلوك دينا العادات دينا طبعاً وطبع كذلك لأن ربما ستأخذ الوقت أشوف علمياً وهذا قانون يعني في علم النفس في يعني العلم النفس المعارفة أولاً من نفس الإدراكي أن أي سلوك أو أي تصرف حافظت عليه بين سبع يوم وواحد وعشرين يوم يتحول إلى عادة نحن بدأنا ندخله في العادة والعادة السالة رمضان وستمرت في ذلك العادة من بعد ستتحول إلى طبع إذن ممكن في رمضان أننا بالفعل نغيرهم السلوكيات ونغيرهم العادات اللي من بعد ستتحول إلى طبع إن شاء الله كانت منه وكانت منه فعلا أنه أي واحد فينا يقدر يغير شيء عادة لأنه ضروري أي واحد فينا عنده شيء عادة سيئة بغي يتخلص منها سواء كانت عادة مضرة بالصحة أو مضرة كذلك بالحال النفسية دياله فعلاش دكتور كينش ناس لكي قرروا ورح تنبغي نغيروا سلوكيات ديالنا والعدد ديالنا لكن ما تنقضوش ربما تنبدوها في رمضان وما كتستمرش أبدا من بعد أول شيء هو الفهم داني الأشياء أي تصرف إنسان نحن نظرنا على السلوك وضعنا على العادات وضعنا على الطبعة هذا ما هو خارجي ما هو خارجي يحرك ما هو داخلي هذا السلوك من هنا يجمع مجموعة المعتقدات مجموعة الأفكار مجموعة القناعات الموجودة عندي على المستوى الداخل يعني في نفسي وهذه المعتقدات إذا كانت خاطئة عن رمضان فكيف يمكن أن يتغير هذا النجم لا يتغيره شعبت علش؟ لأن هناك معتقدات لا يسمى في السيكولوجي بتشوهات معرفية أنا عندي بزاف المعتقدات خاطئة تماما على الصيام وعلى الصوم هي اللي كتعقل هي اللي كتعقل لأنه عنده اعتقاد بأن رمضان والصيام كان من يهضر معايا حد كنشد عليه الباب الخدمة لأخوة الإنتاجية والمرضودية كالضعف لذلك في العالم كامل للأسف أعطينا واحد صورة مشوهة عن رمضان لا تدرسوا مع المسلمين في رمضان لا نعمش تجارة مع المسلمين في رمضان وهذا الشيء خاطئ تماما هذا ظلم علميا علميا وهذا الكلام متبت علميا علميا بزاف دراسات بغيتين أعطينا تحتلاغ في غانص عليها أن المستوى الأداء لإنسان على مستوى الفكري على مستوى الدهن المستوى البيولوجي الجسمي يرتفع من المستوى التوقف على الأكل من المستوى الأداء ومن المستوى المرضودية تزيد ليس تنقص ولكن الآن لدينا فكرة خاطئة فكرة خاطئة والمارس السلوكيات التي تؤثر علينا وتؤثر على صحتنا التي يكون لدينا خمول وكينكسل هذا هو الارتباط رمضان بالخمول والكسل لأننا ربما في تغذية دينا لا نكون لدينا حتيات في سلوكيات دينا بتنظيم النوم لا يكون لدينا حتيات وكذلك ربما في المسائل التي نعيش بها في عادتنا اليومية هي التي تؤثر لأن الصوم أكيد فيما نفعه أعديد للنفس الروح كذلك للجسد صحيح أنا أعطيك واحد من المثال واحد تسمع لأن الشرب الماء شيء جميل وشيء يعني ينفع الصحة بإنسان ولكن ربما الطريقة التي يشرب بها الماء أو الماء الذي يشرب فالمشكل ليس في الموضوع أن الشرب الماء هو صحيح هو الطريق يجب أن نشرب بها الماء الطريقة التي نسم بها خاطئة تماما الطريقة التي تشرب في المشمع خاطئة تماما ما هي الطريقة؟ لأننا نلخصها بسرعة لأننا أكيد لدينا بزرعة ما نقوله أكيد نعم أول خطأ هو أن نعرفه علميا أنا لا أصم المرضودية والإنتاجة التي تزيد نغير الفكرة بأننا نحن نكون واكل شرب قهوة سوف نكون هذا لكي نقدر نعطي فكرة خاطئة وهذه الفكرة لكي نقدر يعني سوف نكون أنا مقتنع أو على علم بأن هذا الذي تنذير خطأ أو سلوك سوف يكون عارف سوف يكون لديه المعلومة 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 أن العلم يقولنا على أن الجسم لا يكون فارغ من الأكل لا يكون في حالة مثلا 12 ساعة 4 6 6 18 ساعة بدون الأكل يكون في أعلى المستوى للآداء وهذه معلومة علمية أنا كنت أعطيها مزين التطبيق كيف سوف يكون أنني أنا نكون عارف بأن أنا ماشي حيث توقف الأكل والشرب سوف نكون مهلوك أو نعيان أو متعب هذه أول حاجة ثانيا من الذي فهمتك مبدا هذه الساعة نطبق مجموعة المعطيات التي هي كيف نوصل إلى هذه الآداء الدكتور التي تقول كيف نصم كيف نصم هو أول شيء من الذي يجب الفطر وهذه أمور هذه أكيد هنا أعطينا هذه المفاتيح ربما لكي نساعد كيف نقضي هذا شهر رمضان وإحنا نستفيد منه تفضل ثلاثة نقطة أساسية لأن المنهج الذي أسست مقيم في الخارج نحن نعرف هذه قضية من التي تخذ من المغرب الحمد لله حاوز مقيم النشرة التي ترتكز على ثلاثة محاول أو القانون الثلاث الذي كان تعمل على ترويد نفس لأن نحتفت في التربية الروحية لدينا الصوم وصيام كيف الفرق الصوم النفس والصيام الصيام الجسد لذلك أول شيء إذا تستفيد من رمضان هو أن نقلل من الأكل حتى في الليل لا تكون عنيف جدا في الليل لا تتأذن المغرب من السوليكيات الخاطئة الخاطئة نحن نغيرها لأن في رمضان بعد الإفطار سأتضرع في الأكل نحن نعرف الماء يضع الإفطار كيف تكون سعيدة كيف نحن نستفيد بعد رمضان وأكيد يأتي الخمول لأن العملية لدي جسيون يضع مجهود كبير على مستوى تتنزف الطاقة للإنسان بينما إذا كنت باعتدال الطمر الماء الأشياء المفيدة تكون طبيعية التي لا يوجدها مواد حافظة التي تستنزف أو السكرية التي تستنزف الطاقة للجسم أولا رقم إثنان هو التأمل هل تقولك كيف تتأمل نحن وتتأمل علميا يغير سمع المعلومة التي أعطيك يغير حجم الدماغ ويغير أيضا الفعالية الدماغ يعني من التي تتعلم في المدتاج بين ثلاثة دقائق أو خمسة دقائق تأمل تغير على مستوى الدماغ للإنسان تأمل يمكن أن تكون ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق دكتور لأن الأغلبية تقول لك لا يوجد الوقت لا يوجد ارتبط تأمل تأمل مسألة دقيقة جدا وأن تنصح الناس لا يوجد أي متخصص نحن نعاونهم نحاول أن الناس ندخل هذا الكوتوغ التقاف هذه المدتاج وهي في صميم التقاف الروحية ولكن لا يعرف العلمية لا يمكن إنسان عادي مع عمره مع التأمل سيبدأ بخمسة دقائق صعب وقف الأفكار لا تضعيط ولا تضعيط ولا تضعيط وقف الأفكار ولا تضعيط ولا تضعيط وسترى في نتائج ساحرة أكيد لذلك مهم جدا نفهم على أن المدتاج تغير كدما العملية الهيكلة في الدماغ وتغير من الحجم وتغير أيضا من الفاعلية وهذه دراسات علمية تعملت في عدة دول النقطة الثالثة والآخرة هو على المستوى الحركة حركة حركة رمضان حركة حركة نتحرك حركة حركة يمكن أن نغلح مدتاج التغذية بشكل جيد وتأمل هذه العناصر أساسية من خلال عمكة حركة رمضان أكيد يمكن خلاصة القول بأن رمضان هو فرصة للتغيير وستطيع كبداية لكي نستمر في السلوكيات التي اكتسبناها في شهر رمضان السلوكيات هي إيجابية ومحظوظ أكيد الذي ستبعها وكنتمنى دائما صحة وسلامة لجميع وشكرا موصول لكم الدكتور نزار الملاحي أخي سائي نفسي فإلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور مرة أخرى كتمنى لك رمضان مبارك سعيد شكرا جزيلا لمتابعتكم مشاهدينا غدا بإذن الله لقاء آخر جديد دائما على ميديان تيفي في محافظة لصحتي اشتركوا في القناة